ننتقل للفقرة الفنية مع الإعلامي تمام عجمية مرحبا بفقرة جديدة من الأخبار الفنية عبر زي كونيكت بالعربي اليوم أخبارنا كتير حصرية وحلوة رح تحبوها يمكن متعلقة ما يبدو أنه 2024 صيف 2024 وقالع بالأعراس يعني بعد كرم الشعراني بعدين ناصيف زيتون ودانييل لرحمة طبعا هذا العرس اللي كل الناس كانت منتظرته وشفنا الصور متل ما عم نشوفها عبر الشاشة هلأ العرس المرتقب واللي صار من فترة هو عرس الفناني نادين تحسين بيك كل فنان إياد عيسو من هي قصة الحب اللي أعلنوها من فترة وأعلن علي والده اللي هو الفنان حسام تحسين بيك تكللت بالزواج بمنطقة بدمشق قريبة من لادئية اسمه وادي قنديل كان عرس بسيط يجمع الأهل والأصدقاء والمحبين هلأ هذا العرس أخد ضجي كتير كبيرة يمكن لأنه فيه فرق عمر بين نادين والفنان إياد بس هذا الشيء ما خلا حبهم أبدا أنه يعني متل ما بقولوا خلا حبهم ينتصر بس اللي صاير هاي الصيني كتير شفنا بلبلة حول زواج المخرجي رشا شربجي من الفنان إبراهيم كمان نادين تحسين بيك من الفنان إياد هلأ أنا شخصيا بشوف أنه هذا الموضوع هي حرية شخصية كل واحد بيقرر مين حابب يتزوج فرق العمر ما هو شيء صعب يعني إذا الاثنين موافقين واثنين رضيانين هلأ فينا نقول إنه هذا الزواج بيستمر ولا ما بيستمر يعني ما بعرف هاي يعني في كتير ناس بيتزوجوا هني أصغر من بعض وأعمار صغيرة وبعد قصة حب وبيتكلل زواجهم بالانفصال لذلك نحن منوجه لتحية للفنان نادين تحسين بيك والفنان إياد عيسى ومنقلوا إن شاء الله ألف مبروك وبالرفاه والبنين ونشوفكم هايك سعيدين دائما ونشوفكم سنائي مع بعض لأنه عن جد هني قدروا يعملوا سنائي كتير حلو بيكسر عظم الجزء الأول ومن هون بلشت قصة حبهم بس يا ترى لحواليهم كانوا بيعرفوا رح خبركم خبرية حصرية أبدا يعني فيه أشخاص كتير مقربين من الفنان إياد والفنان نادين تحسين بيك أبدا ما عرفوا بهذا الموضوع الشخص الوحيد اللي كان بيعرف هي الشخصية المقربة من نادين تحسين بيك هي الفناني رشا شربجي عفوا المخرجي رشا شربجي وشجعت كتير لنادين إنه تختهي الخطوة وتتحدى العالم وتتحدى المجتمع ألف مبروك برجع بإلكون وإن شاء الله هيك دائما بالسعادة والرفاه والبنين أما خبرنا الثاني لليوم هو الحملة اللي صارت ضد الفنان بالسام كوسة بعد تصريحاته الأخيرة عن الوسط الفني يا جماعة طلع الفنان بالسام كوسة وحكي بهذا الموضوع أنا ما قصدت حدا هو يحكي بشكل عام هلا هو الحكي اللي حكاه خلينا نكون واقعين كتير كتير ناس بتعرفه بس ما بتتجرأ تحكيه يعني ما في جرأة إنه الواحد يطلع يحكي على العالم هذا الكلام اللي حكى الفنان بالسام كوسة بس كل الكواليس بتحكي بهذا الموضوع هلا هو لما حكي عن الزكاء الصناعي كل الناس توجهت بإصابة الاتهام للفنان هيبانور عالشي اللي صار معه مثل ما قالت هذا فيديو زكاء صناعي طلع الفنان بالسام كوسة قال لا أنا ما حكيت عن هيبانور بس أي حدا بيطلع بيقول زكاء صناعي نحن بمسلسل الزند حاولنا نلعب هاي اللعبة ونجيب نشتغل شخصية تاريخية بالزكاء الصناعي يعني كلفتنا بلاوي بقى مين بدي يقعد يشتغل مشان يفضح حدا أنا معني مع هاي القصة في كتير ناس لأزا بيوصل معهم إنه يشتغلوا هاي الشغلات إن كان زكاء صناعي أو تطويق فيديوهات لذلك طبعا يعني بالنهاية تحية كبيرة للفنان بالسام كوسة هو قامة فنية نحن ما بنقدر نحكي أي شيء عن الناقشه بأي مواضيع بصراحة يعني نحن كعالميين في قامات ما فينا نتجرأ ونناقشها من الفنان بالسام كوسة بس أنا بحط اللوم على الإعلام هلا الإعلام كل شيء داير عليه مين برأيكون اللي نجم؟ الفنان اللبناني ولا الفنان السوري شركة الإنتاج اللبناني ولا شركة الإنتاج السوري هاي البلبلة اللي عم بتصير دائما أو شو رأيك باللعمة صرحوا الفنانين دائما بحبوا يرموا بلا لذلك أنا بحط الموضوع كله على السوشيال ميديا والإعلاميين طبعا مثل مصار مع الفنان باسم ياخور آخر فترة وطلع الفنان باسم ياخور بلقاءه وقال له خلاص بقى حاجة تعده تعمله ترمو فتن يعني قصة الفنان اللبناني أو الفنان السوري هو طلع صرح أهل بأحد اللقاءات وين الفن اللبناني من الدراما يعني هو ما قال إي أساء لهذا الموضوع اللي حكي انه انه ما عم تنقلوا قصص الدراما حقيقية بتعكس واقع اللبنان هذا الشيء اللي قصده بتصريحه أما الفناني ديما بيع اللي طلعت بأحد اللقاءات ووعربت انه أنا بالنسبة لي بشوف انه الفنان السوري أهم الفنان اللبناني وهو اللي نجم أنا بالنسبة لي بحس انه هذا الموضوع إن كان صح ولا لأ غلطي الحكفي بس طبعا هاجمت الفناني وردخال وقالت لا لأ نحنا كنا نمثل قبلكم بالدراما اللبنان السورية وصار إشكال كتير كبير على السوشيل ميديا أنا بهذا الموضوع أبدا يعني ما اضايقت لأني دائما بشوف الحق على الأعناميين اللي عم يسألوا هذا السؤال ويكبوا الزيت على النار مسألة اللي ضايقت منه إقحام ابن الفنان تيم حسن والفناني ديما بياع بهذا اللقاء وأسألته سؤاله سؤال كتير محرج لما سألوا الموزيع انه انت بس تكبر وجبته ولاد ش بدك تسميه قال له على اسم عمه أحمد يعني هذا الشيء يعني انتو طالعتو طفل حطيتوه بمكان يعني قدام العالم والمجتمع هو أساء له والده اللي هو الفنان تيم حسن والفناني ديما بياع يعني مع احترامي لإلهي صديقة عزيزة وغالية علينا بس أبدا هاي الخطوة ما كانت صح بالنسبة لإليك لأنه هاجموها كتير عبر السوشيال ميديا وأنا مع هذا الموضوع لأنه إقحام أطفال بهيك أسئلة كتير غلط بس طبعا أي برنامج بيحاول يجيب ترند عن طريق هاي الأصاص وخصوصا أنه هو ابن نجم كبير مثل الفنان تيم حسن والفناني ديما بياع هلأ نحن ننتقل لمصر مصر هلأ رح تشهد فيلم يعني كتير كوميدي كتير حلو هو فيلم للفناني هيفا وهبي رح تصورته وخلصت تصويره ما بين مصر وبين لبنان اللي هو للمخرج مرقص عادل قصة الفيلم رح تدور حول بنت إنه بتحب شخص واختفى من لبنان وهي رح تسافر على مصر وتدور عليه ورح توقع بمواقف كوميدية بيدل على خف الدم المصريين إن شاء الله يكون فيلم بالمستوى اللائق للفناني هيفا وهبي لكل الناس دائما بتنتظره كممثلة وكمطربة استعراضية الخبر الثالث الخبر الأخير لليوم كل الناس كمان عم تحكي على مسلسل مصطفى شعبان المعلم الجزء الثاني اللي طلعت الشركة الإنتاج ونفيت والمخرج نفى الموضوع والفنان مصطفى شعبان كمان نفى الموضوع إنه ما في أي جزء ثاني هو المسلسل انتهى بجزء الأول وخلصت القصة هوني وهو مو مع الأجزاء إلا الأجزاء المكتوبين هذا اللي صرح الفنان مصطفى شعبان أنا ما عندي مشكلة أعمل مسلسل جزء واثنين وثلاثة بس يكون مكتوب أجزاء مو بعد ما نجح الجزء الأول نعمل الجزء الثاني وأنا طبعا مع هاي الفكرة وهيك بتكون خلصت حلقتنا لليوم أو فقرتنا لليوم عبر الأخبار الفنية بزيكون نكت بالعربي تابعونا دائما واكتبونا بالتعليقات شو رأيكم بهي الأخبار ومين الفنانين اللي انتو دائما بتحبوا تتابعوا أخبارهم